سلميون نعم لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا يقول أبناء المهرة يأتي هذا التلويح باستخدام القوة للدفاع عن النفس بعد اعتداءة مسلحين على مواطنين من أبناء المهرة على خلفية رفضهم استحداث مواقع عسكرية تتبع القوات السعودية كان الطريق الرابط بين مديريتي حات وشحن قد شهد اشتباكات بين أبناء المهرة ومسلحين موالين للسعودية بعد أن تم اعتراض شاحنات عسكرية سعودية كانت في طريقها إلى مديرية شحن وادت المواجهات إلى سقوط جرحى في صفوف ما أسمته قيادات في المهرة بميليشيات مغرر بها من السعودية والإمارات واتهمت تلك القيادات تورط محافظ المهرة راجح باكريت في دعم استخدام تلك العناصر كأداة لقتل مواطني المهرة وأكدوا في بيان لهم بأن باكريت نقضت اتفاقية سابقة قضت بخروج الحاويات السعودية إلى شرارة بيان قبائل المهرة طالب بشكل صريح الرئيس هادي بعدم سماح للسعودية بالتوسع في المحافظة وطرد ميليشياتها وإقالة المحافظ لدوره في دعم مشروع تخريبي لصالح الرياض التي تستغل كما يقول بيان القبائل حالة سلمية المهرة المطالبة بحقوق طبيعية تتعلق بالسيادة وحماية الأرض والوطن الجديد في التوترات الحادثة هو تلميح قبائل المهرة بقيادة كفاح مسلح ضد التدخلات السعودية وأفق بيانهم فإنهم قد يضطرون لممارسة حقهم بالدفاع عن أنفسهم إذا ما استمرت حالة الاعتداء على حقوق المهرة ومصالحها وفيما هو مؤكد فإن مستقبل المهرة قابل للانفجار في ظل إصرار الرياض على تنفيذ سياساتها التوسعية داخل المهرة خصوصا مع تاكيد أبناء المهرة أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي هذه المرة ترجمة نانسي قنقر